اشتركوا في القناة إلى صرح الميثاق الوطني ومدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد الخليفة الشاملة يرافقهم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم شهد صرح الميثاق الوطني ومدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد الخليفة الشاملة للبنات زيارة من قبل رؤساء وعضاء المجالس والبرلمانات بالدول العربية حيث أبدوا خلال الزيارة عجابهم لما رأوهم من مستوى حضاري متميز وخصوصا لتطور المسيرة التعليمية في مملكة البحرين والتي شهدت قفزات كبيرة في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم وقد اطلع الوفد خلال الزيارة التي يرافقهم بها سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وسعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي على ما تضمه جدران صرح ميثاق العمل الوطني من أسماء للمصوتين على ميثاق العمل الوطني والذي جسد الالتفاف الشعبي خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وتطلعات جلالته النيرة لمستقبل مشرق لمملكة البحرين نحن سرنا بزيارة الصرح الوطني اللي طبعا يمثلنا الكثير وهو صرح يؤرخ تاريخ البحرين وبلا شك يعني هذه المرحلة ويؤرخ مرحلة مهمة وهو تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم ملك البلاد حفظ الله ورعاه وما قام به من نهضة عمرانية ومن نهضة تنموية كبيرة هذا الصرح ليس فقط بحريني أنا أعتقد أنه صرح عربي كبير يعود الفضل الأول فيه لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وهو معلم من معالم البحرين ومعالم الوطن العربي بشكل عام وفي مدرسة سمو الشيخ موزة بن حمد الخليفة في المحافظة الجنوبية أعرب رؤساء وعضاء المجالس والبرلمانات بالدول العربية عن إعجابهم بهذه المدرسة التي تعد أنموذجا رائعا لتطور المسيرة التعليمية في مملكة البحرين حيث تجمع بين الحداثة في التصميم الإنشائي المواكب للمستجدات وبين توفر جميع مقاومات التنشئة الطلابية المتكاملة أكاديميا وتربويا واجتماعيا وصحيا التجهيزات والإمكانات وما يوفره المبنى للطالبات من أنشطة ومن معامل ومصادر تعلم ومرافق وقاعات دراسية أنا أعتقد أن غاية في الروعة وغاية في الجمال اليوم ما شاهدتهني في هذا الصرح الجميل من الإستعاف من المدرسين من المعلمات ومن إدارة ومن تنظيم ومن قاعات تشمل كل مفهوم ما يتسمى في التعليم المقصود نماذج طيبة تسعد هذا الطالب وتبنى في ما يسمى في بناء شخصيتها وتأتي هذه الزيارة لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء وعضاء المجالس والبرلمانات بالدول العربية على هامش زيارتهم لمملكة البحرين لحضور مؤتمر إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي والذي نظمه البرلمان العربي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب